اشتركوا في القناة وأحسنها أسأل الله جل وعلا أن تكون لنا خيرا وأن تنير لنا بها الطريق وأسأله جل وعلا أن يكتب هذه الكلمات في موازين أعمالنا الصالحة وأن تكون سببا لهدايتنا إلى الحق هذه القصة حدثت في عهد موسى عليه السلام موسى عليه السلام كان خطيبا يخطب في الناس ويذكرهم ويعلمهم وكان أمارا بالمعروف ناهيا عن المنكر موسى عليه السلام وهو يخطب سأله أحد الناس أحد بني إسرائيل سألوا موسى عليه السلام يا موسى من أعلم الناس من أعلم من في الأرض وموسى عليه السلام ما كان يعرف أحدا غيره فقال أنا لأنه كلم الله عز وجل وهو الذي تعلم التوراة ويعلمها للناس قال أنا فعاتبه الرب عز وجل كيف تقول هذا يا موسى هناك عبد لي على علم لا تعلمه أنت يا موسى يعرف أشياء ما تعرفها أنت مع أن موسى عليه السلام خير منه مع أن موسى عليه السلام في العموم أعلم لكن استعر الإطلاق هناك أشياء يعلمها إنسان ما تعلمها أنت يا موسى فلما علم موسى عليه السلام بهذا هل فعل موسى كما يفعل كثير من الناس حسد كره بغ لا والله بل موسى عليه السلام لما علم بهذا عزم على الرحيل ليطلب العلم من هذا الرجل يا موسى ماذا تقول ماذا تفعل إنه أقل منك منزلة يا موسى أين تريد الذهاب إلى رجل أقل منك درجة تتعلم منه العلم نعم العلم ليس فيه حياء ولا عيب أن نتعلم العلم من أي إنسان ولو كان أقل من منزلة أو عمرا أو درجة أو علما لكن عنده علم لا نعلمه نتعلم لا بأس فاستعد موسى عليه السلام للرحيل استعد للسفر ليلقى هذا الرجل وأعطاه الله عز وجل علامه يا موسى احمل معك سمكة حوتا يعني سمكة فإذا فقدت هذه السمكة ففي المكان الذي تفقد فيه السمكة ستجد هذا العبد من عبادي فإذا بموسى عليه السلام يأخذ معه فتاح يوشع بن نون ويوشع هذا سيصير نبيا بعد أن يموت موسى عليه السلام يتولى زمام الأمور يوشع ويكون نبيا لكن الآن لا زال فتا لموسى أخذ يوشع بن نون المكتل وحمل فيه سمكة ومشى موسى عليه السلام مع يوشع مشى باتجاه البحر فإذا بموسى عليه السلام لما يصل إلى البحر ينام تعب أما يوشع فظل جالسا فجأة وهو جالس يوشع وهو جالس فجأة احتز المكتل هذا الزنبيل احتز ما الذي يحدث ما الذي يجري نظر يوشع فإذا السمكة الميتة منذ زمن بث فيها الروح مرة أخرى وبدأت تحتز سبحان الله سمكة ميتة بدأت تحتز بدأت تتحرك فإذا بها تقفز من هذا المكتل قفزت ثم بدأت تتحرك يتعجب يوشع بن نون ما الذي يحدث ما الذي يجري حتى وصلت هذه السمكة إلى البحر فشقت طريقها سبحان الله العظيم ما هذا الذي حدث ما هذا الذي جرى ثم بعد ساعة استيقظ موسى عليه السلام فنسي يوشع أن يذكر موسى بالذي حدث وكأن الله عز وجل يريد أمرا فمشى موسى عليه السلام مع يوشع بن نون حتى وصل إلى مكان فقال موسى عليه السلام لفتاه يوشع بن نون قال آتنا غداءنا اصنع لنا الغداء لقد تعبنا ذهب يوشع بن نون يفتح المكتل ليصنع الغداء فتذكر تذكر ماذا تذكر السمكة التي هربت فقال يوشع بن نون لموسى عليه السلام قال أرأيت يا موسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت تذكر لما نمنا عند الصخرة لما نمت يا موسى تذكر ذلك المكان الذي كنا فيه نسيت أن أذكرك أن السمكة خرجت بث فيها الروح نسيت أن أخبرك بالخبر ودخلت في البحر وهذا شيء عجيب وما أنسانيه إلا الشيطان وأن نذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا شيء عجيب شيء غريب يا موسى نسيت وأن أذكرك به فقال موسى عليه السلام هذا الذي كنا نريد هذا موعدنا يا يوشع هذه علامة ذلك العبد من عباد الله عز وجل الذي ما سافرت إلا لأجل أن أراه قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثاره ما قصصا قصا موسى عليه السلام الأثر فرجع إلى طريقه إلى مكانه مرة أخرى لكن يا للعجم المكان الذي كان فيه موسى مع يوشع كانت صحراء قاحلة لكن ما بالها الآن الأرض صارت خضراء سبحان الله العظيم الأرض خضرت فجأة لحظات سويعات وإذا بالأرض قد خضرت فنظر موسى عليه السلام إلى الأرض ووجد رجلا مستلق على ظهره رجل مستلقي نائم فاقترب موسى عليه السلام إلى هذا العبد من عباد الله عز وجل فسلم موسى قال السلام عليكم فقام الرجل وقال وأنا بأرضك السلام يعني هذه أرض أنا يدوم فيها السلام أرض صراع فيها وحروب وتدافع للناس وأنا بأرضك السلام فقال له أنت موسى قال نعم أنا موسى وأنت الخضر اسمه الخضر فما يجلس على أرض إلا وقد خضرت قال نعم أنا الخضر الخضر كان ينتظر موسى على موعد معه وموسى كان يبحث عن الخضر على موعد معه فوجدى عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى أيها الخضر أريد أن أصاحبك قال لما قال أريد أن أتعلم مما علمك الله عز وجل فأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا فأريد أن أصاحبك لأتعلم مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا ما رح تصبر يا موسى تعال امشي معي صاحبني اذهب معي في سفري وحلي وترحالي ولكن اذكرك يا موسى أنت لن تصبر معي قال لما ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا الله أكبر موسى ما علق الأمر على نفسه بل قال إن شاء الله ستلقاني صابرا ثم انظروا لأدب موسى عليه السلام مع من يريد أن يتعلم منه مع أنه أقل منزل من موسى موسى من أولو العزم من الرسل ولكنه الأدب لمن أراد أن يتعلم من إنسان قال لا أعصي لك أمرا سوف لن أنكر عليك شيئا كان هذا هو الشرط شرط الخضر لأن يصحبه موسى عليه السلام قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا أي لا تنكر ولا تعترض علي بشيء سوف ترى أمرا غريبا وتشاهد شيئا عجبا فطلبي وشرطي أن لا تعترض وأن لا تنكر وأن لا تفعل شيئا تضايقني فيه قال لا بأس فمشى موسى عليه السلام مع الخضر أما يوشع بن نون ربما ذهب إلى بيته يوشع بن نون ذهب فبقي موسى عليه السلام مع الخضر يتمشيان يمشيان حتى وصل إلى شاطئ فركب في السفينة وبدأت السفينة تمشي تسير السفينة في البحر وفي أثناء سير السفينة في البحر جاء طير فحط على السفينة فشرب شيئا من البحر من ماء البحر فنظر ربما نهر ربما بحر الله أعلم فنظر الخضر إلى هذا الطير فقال لموسى عليه السلام أرأيت هذا الطير قال نعم أرأيت كيف شرب ونقر نقرة من البحر العظيم قال نعم فقال الخضر لموسى عليه السلام قال ما علمي وعلمك في علم الله عز وجل إلا كما أخذ هذا الطير من هذا البحر العظيم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فإذا بموسى عليه السلام يتعجب من هذه الحكم وهذا العلم فجأة انتبه موسى عليه السلام إلى الخضر ماذا يفعل؟ ماذا يصنع؟ من الذي جرى؟ الخضر يحمل معولا ويكسر السفينة يخرق السفينة ماذا يفعل؟ أناس أكرمون أناس حملون بلا مقابل إلى السفينة أناس أكرموك وعملوك بكل هذه المعاملة الحسنة الآن تكسر سفينتهم الآن تخرق سفينتهم فإذا بموسى عليه السلام لم يستطيع أن يتحمل فقال له أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا فرد الخضر على موسى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا انتبه موسى أنا ماذا صنعت؟ ماذا فعلت؟ كان وعدي بيني وبينه أن لا أعترض كيف اعترضت الآن؟ نسيت قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا لا تغلظ علي ولا تشق علي نسيت ما أدري قلت كلاما لم أقصده لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فإذا بهما ينطلقان سامحه هذه المرة وانطلق الإثنان نزل من السفينة وانطلقا حتى وصل الخضر إلى قرية من القرى فجاء إلى القرية فوجد فيها أطفالا يلعبون وإذا بالخضر يتبع الأطفال وموسى عليه السلام ينظر إليه ماذا يفعل هذا الرجل ماذا يفعل يتبع أطفالا حتى تبع طفلا من بينهم حد النظر إليه فتبعه وتبعه وتبعه حتى جاءه في حين غفلة منه وموسى ينظر فجاء الرجل إلى هذا الطفل فإذا به يمسك به ويصرخ الطفل فيقتله الخضر الخضر قتل هذا الطفل فصرخ موسى ماذا فعلت ماذا صمعت قتلت غلاما طاهرا صغيرا نفسا زكية كيف قتلتها الآن موسى عليه السلام ما نسي الوعد الذي بينه وبين الخضر لكن الموقف شديد لكن الموقف لا يطاق ولا يتحمله إنسان وموسى كان من عادته ألا يخاف الله لو متلاء وكان يؤمر بالمعروف ينهى عن المنكر كيف تقتل هذه النفس الطاهرة قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا فنظر الخضر إلى موسى ماذا قلت تنكر علي هذا الفعل ألم أقل لك إنك لن تستطيع ما يصبر أنا مو قلت لك ما رح تصبر معي ما رح تتحملني فإذا بموسى عليه السلام يتراجع وإذا به يقول خلاص هذه آخر مرة إذا اعتردت عليك لأمر ما فلك الحق أن تقف عن صحبتي وأن تهجرني وتقطعني قال إن سألتك عن شيء بعدها إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا مشى موسى عليه السلام ومعه الخضر حتى وصل إلى قرية أخرى قرية فيها لئام قوم لئام قوم أشرار سيئوا الخلق وكان موسى عليه السلام والخضر جائعين طرق الباب على كل بيت فلم يضيفهم أحد ما ضيفهما أحد من الناس الناس فيهم بخل وفيهم لؤم طيب نحن عابرا سبيل لا أحد يستقبلنا لا لا أحد لا أحد يستقبل موسى ولا الخضر قوم لئام أشرار حتى بلغ منهم التعب فجلس عند ظل حائط فنظر الخضر وقد تعب الخضر وتعب موسى عليه السلام فنظر موسى عليه السلام والخضر إلى حائط جدار يكاد هذا الجدار أن يسقط فإذا بالخضر يقول لموسى قم معي فقام الخضر مع موسى فإذا يقول له موسى ماذا تريد أن تصنعه قال هذا جدار سينقض سيسقط لنبني هذا الجدار لنصلح هذا الجدار لنقوم هذا الجدار وموسى متعجب لكنه ساكت ساكت يعني هذه القرية وهؤلاء الناس هل يستحقون أن نبني لهم جدارا ما يستحقون ولكن صبر موسى وأخذ يبني الجدار مع من؟ مع الخضر فلما انتهى قال الخضر لموسى لنغادر هذه القرية لنمشي قال قف العام قال ماذا تريد؟ قال قوم اللي آمن قوم لم يضيفون وبنيت لهم جدارا على الأقل على الأقل أطلب مقابل لهذا البناء على الأقل أطلب شيء هذا غير معقول ما يصير تعمل لهم هذا العمل بلا مقابل وقومهم ما يستهلون يعني واحد يفعل لهم خير فإذا بالخضر قال هذه هي النهاية حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخلت عليه أجرا قال الخضر هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأوين ما لم تستطع عليه صبرا رحم الله موسى لو صبر لحدثنا الخضر من علمه الشيء الكثير والشيء العجيب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكن انظر إلى التفسير وانظر إلى علم الخضر قال يا موسى أرأيت السفينة التي ركبنا فيها هذه السفينة كان ينتظرها رجل ظالم ملك ظالم ملك طاغية وكان هذا الطاغية هم لا يعلمون كان ينتظرهم في الشاطئ الآخر في الضفة الأخرى كان ينتظرهم هذا الملك وجنوده وكان قد جلس مع الجنود ينتظرون كل سفينة تأتي فإن وجدوا سفينة سليمة اغتصبوها للملك وطردوا أهلها فأنا أردت أن أعيبها حتى لا يأخذها الملك ولا يستولي عليها رحمة بأولئك المساكين أما السفينة فكانت فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا قال إذا ما شأن ذلك الغلام الذي ذبحته الطفل الصغير النفس البريء التي قتلتها لما قتلتها يا خضر قال هذا الغلام كان أبواه مؤمنين عنده أب وأم مؤمنين صالحين والله عز وجل أطلعني على شيء من الغيب أطلعه الله عز وجل على أمر من الغيب أن هذا الغلام إذا كبر سيكفر وسيفجر في أمه وأبيه وسوف يرهقهما طغيانا وكفرا فإن كبر سوف يموت على الكفر فإذا ذبحناه الآن وقتلناه فإن القلم عنه مرفوع ثانيا لن يؤذي أمه ولا أباه وإذا مات فالله عز وجل سيبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الغلام وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما إذا ما قصة الجدار أيها الخضر الجدار ما قصته الجدار له قصة طويلة كان في هذه القرية يعيش رجل صالح وهذا الصالح يعيش في قرية لئيمة قرية بخل وجشع وطمع لا يحبهم ولا يحبونه وكان عند هذا الرجل الصالح طفلان صغيران فخاف أن يموت كبر سنه ومرض وخاف الرجل أن يموت فإذا مات فإن أهل القرية سيستولون على كل أمواله سوف يصادرون الأموال ويدعون طفليه فقيرين مسكينين لن يدعوا لهم شيئا ماذا أفعل ماذا أصنع حفر حفرة في الأرض ووضع فيها الكنز وبنى على الحفرة جدارا حائط وقال في نفسه إذا كبر أطفالي إذا كبر أطفالي فإن الجدار لا بد وسيسقط فإن أرادوا أن يبنوا مكان الجدار جدارا آخر فإنهم سيكتشفون الكنز ويكونوا كبارا على الأقل يدفعون عن أنفسهم ويحصلون على المال لكن المصيبة أن الجدار سينقذ ولا زال الطفلان صغيرين ولا زال اليتيمان صغيرين لا يستطيعان أن يحمي أنفسهما إذا ما الحل؟ ماذا نفعل؟ من رحمة الله عز وجل بالرجل الصالح وبحفظه له ولأطفاله من بعد موته أرسل الله عز وجل لطفليه أرسل لهما موسى عليه السلام والخضر ليبنيا لهم الجدار وأما الجدار وأما الجدار فكان لغلامين فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ولهذا قال كثير من العلماء أن الخضر ليس رجلا عاديا بل هو نبي من الأنبياء لأن الله عز وجل أطلعه على شيء من الغيب وعلمه علما لا يعلمه حتى موسى عليه السلام إذا لابد أن يكون نبيا من الأنبياء الشاهد من هذه القصة العجب العجاب كيف أن الله عز وجل ربما يظهر لك شيئا لكن الحقيقة أمرا آخر وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم صفحة أخرى من هذه القصص وتلك العبر هذه الزوجة ليست كغيرها من الزوجات وصدق النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة هذه المرأة امرأة صالحة تقية نحسبها كذلك هذه تقضي ليلها بالقيام ونهارها بالصيام تحب القرآن وتلاوته إذا جئت إليها في الليل لا تراها إلا كما قال الله تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود خطبها رجل فاستبشرت في وجهه الخير ما تعلم عن حقيقته ما تعلم هذا الرجل لكن استخارت ربها عز وجل فانشرح صدرها لهذا الزوج وفي ليلة الزواج وقبل الزواج اشترطت على أهلها إذا أردتم أن أتزوج وحفل زفاف شرط أن لا نجلس كما يفعل الناس إلى الفجر شرط أن لا أكون في منتصف الليل إلا في بيت زوجي قالوا ما يصير هذه ليلة واحدة هذه ليلة ليست كغيرها من الليالي قالت إذا أردتم أن أتزوج بحفل زفاف هذا شرطي ما يأتي منتصف الليل إلا وأكون مع زوجي في بيتي غير هذا لا أريد الزفاف نتزوج بغير حفلة فلما أصرت استجاب الأهل لها مرت الأيام مرت الشهور جاءت تلك الليلة حُدِّد موعد الزواج وجاءت تلك الليلة وما زادت الفتاة إلا إيماناً وتقوى ومناجاة لله عز وجل ودعاء في آخر الليل أن يبارك الله لها في هذا الزواج جاءت ليلة العرص وذات مساء جميل كان القمر بدراً دقت ساعة المنبه تعلن التاسعة مساء والحفل قد ازداد أنساً وبهجةً وغناءً وزغاريد والكل يبارك بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير أي جمال هذا؟ أي نور يخرج منه أجياء؟ ليس نور المساحيق بل نور طاعة الله عز وجل ليس جمال التقاطيع بل جمال طاعة الله جل وعلا لم تأتي وتقرب من الساعة الثانية عشر إلا وكانت المرأة في بيت زوجها مع رجل لا تعرفه من قبل ولم تجلس معه من قبل ولكنه سوف تقضي حياتها معه مسك يدها ودخل معها إلى تلك الغرفة وإلى تلك الشقة التي ستقضي فيها بقية حياتها أمسك يدها دخلت الفرح يملأ قلبها بهجة وفرح وسرور دخلت البنزل فتحت الباب أخذت تتجول في تلك الشقة التي ستقضي فيها بقية حياتها أو على الأقل السنوات التي تأتي فلما دخلت وأخذت تقلب نظراتها في الغرفة هنا سيكون مصلاي هنا سأضع سجادتي في هذا المكان سيكون مصحفي هذا المسجل طالما سأسمع فيه القرآن والذكر والمواعظ تفكر في الشقة كيف ستقضي أيامها القادمة في طاعة الله عز وجل فجأة نظرة شدت انتباهها صدمة سبحان الله ما هذا ما الذي أرى في الشقة ما الذي أنا أحلم أم أن الأمر حقيقة نظرت فإذا في الغرفة شيء عجيب وشيء غريب تعرفون ما هو لقد نظرت إلى آلة عزف إنه العود العود في غرفتها لا إله إلا الله زوجها يعزف على العود لا أحد أخبرها بهذا لم يخبروها بهذا الأمر لو كانت تعلم ما قبلت بهذا الزواج لكنني استخرت فرضيت بأمر الله لكن لما لم يخبروني لو كنت أعلم ما رضيت بهذه الزيجة ما أرضى بهذا الرجل دمعتها أخفتها في عينيها الزوج لا يعلم لما الآن الفتاة مصدومة كتمت الحسرات في قلبها يا إلهي غناء آلت موسيقى في بيتي أنا التي قضيت حياتي في طاعة وقرآن وسجود وركوع الآن زوجي زوجي يفعل هذا ولكنها صبرت ولم تتكلم ولم تنطق بكلمة صبرت وكتمت الأمر في قلبها وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم جرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها في أول ليلة مع زوجها وفي آخر الليل غط الزوج في نوم عميق حيث لم ينم ليلة كاملة أما الليلة لقد استمتع مع زوجته فغط في نوم عميق لم يشعر يقول إلا في آخر الليل انتبحت في تلك الليلة نظرت فإذا زوجتي قد اختفت سبحان الله أين هي ليست بجانبي أين ذهبت قلت لا بد أنها قد استحت فذهبت إلى غرفة أخرى تنام أو ربما ربما في دورة المياه أو ربما وربما ناديتها لم تجبني قال قمت بالنوم أبحث عنها إنها ليست في غرفتي سبحان الله أين هي أين ذهبت كل هذا حياء يقول دخلت إلى الغرفة الثانية في غرفة مظلمة يقول وفي الغرفة المظلمة يتلألأ نور أي نور هذا في ذلك الظلام وجدت نورا نور جمالها نور طاعتها نورها وهي قد لبست حجابها ثم كبرت وهي تصلي يقول نظرت إليها في مصلاها آخر الليل في ليلة الزواج في ليلة الزفاف الله أكبر يقول نظرت إليها وأنا متعجب منها إنه أجمل منظر رأته عيناي أجمل حتى من صورتها بثياب الزفاف وهي راكعة وهي ساجدة والذين يبيتون لربهم سجدا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يقول أخذت أنظر إليها أن تظرها متى تنتهي من صلاتها يقول فلما انتهت جئتها وأنا أضاحكها فقلت لها تركتيني قالت أحببت أن لا يشغلني حبيبي عن حبيبي الأول تقصد ربها جل وعلا يقول أعجبني كلامها مرت الأيام يقول مثل هذه الزوجة لم أجد تقوم شيئا من الليل تخدمني في النهار تستقبلني لما أدخل بأجمل العبارات كأنني لتوي قد عدت من سفر كلام يأسرني ملابس وجمال وأخلاق أسرتني بحلاوة وطيب كليباتها وحسن أخلاقها وتعاملها يقول في ليلة من الليالي عدت متأخرا في الليل من إحدى سفرات العابثة كعادتي كل ليلة أسهر بالحرام وهي صابرة يقول تتحملني وتحسن إلي الأخلاق يقول عدت من سهرة عابثة يقول ينزل الرب عز وجل فيها إلى السماء الدنيا يقول وصلت إلى غرفتي يقول ما وجدت زوجتي أين فلانا؟ يقول خرشت أغلقت الباب بهدوء أنا في آخر الليل يقول أتحسس طريقي في الظلام أسمع صوت همس يقول الهمس أعرفه صوت زوجتي يقول في غرفة فيها مصلاها يقول فإذا بي أمشي رويدا رويدا بكل هدوء يقول أمشي رويدا رويدا بكل هدوء يقول فإذا بي أقترب من الباب فسمعت صوتا جميلا أي صوت هذا؟ صوتها وهي تقرأ القرآن يقول والله لم أسمع مثل هذا الصوت في حياتي الله نزل أحسن الحديث الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم من ذكر الله يقول الزوج هي لا تعلم أنني أسمعها يقول جلست أتفكر في نفسي وأسمع صوت زوجتي وهي تقرأ القرآن كيف هي وكيف أنا كيف تعيش وكيف أعيش كيف تقضي ليلها وكيف أقضي ليلي ومع هذا لم تسئ إلي في حياتي أبدا تعاملني أحسن معاملة وهي أجمل فتاة رأيتها يقول فإذا بها بعد أن وصلت إلى آخر ركعة رفعت يديها إلى السماء يقول نظرت إليها ماذا تفعل يا الله ماذا تصنع يقول رفعت يديها تدعو الله جل وعلا تعرفون ما الغريب يقول الأمر الغريب الذي هزني أنها بدأت بالدعاء لي خصتني قبل أن تدعو لنفسها يقول أخذت تدعو لي وتدعو لي وتدعو لي حتى أخذت تبكي يقول هي تبكي وأخذت أبكي معها ويتقطع قلبي بكاؤها يقول يقطع قلبي يقول قلبي بدأ ينبض بشده وبقوه وأنا أقول يا رحمك يا رب رحمك يا رب أين أنا طوال هذه الأيام بل الشهور عن هذه الزوجة الحنون أين أنا عنها تدعو لي قبل أن تدعو لنفسها شتان بيني وبينها شتان بيني يا من أقضي ليل في الحرام وفي المعاصي والذنوب وهي تقضي الليل تصلي وتدعو لي يقول وفي تلك اللحظات عيناي تدمعان وتفيض عيناي من الدمع يقول كأن دموعي كأن دموعي تغسل ذنوبي وتغسل خطاياي يقول وبعد قليل وفي هذا المنظر سمعت المؤذن يؤذن الأذان أذان الفجر حي على الصلاة حي على الصلاة يقول كأني أسمع الأذان لأول مرة كأني أسمع أذان الفجر لأول مرة في حياتي يقول توضأت ثم ذهبت لصلاة الفجر يقول كأنني أصلي لأول مرة في حياتي يقول نعم صلاة لكن ليست كغيرها من الصلوات ألم يأني للذين آمنوا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ألم يأني لأولئك الناس الغافلين أهل الغناء والطرب ألم يأني لهم أن تخشع قلوبهم يقول صليت الفجر أخذت أبكي في الصلاة رجعت من صلاة الفجر دخلت إلى زوجتي عانقتها تقول لي ما الذي حدث ما الذي جرى يقول أخذت أبكي وأنا معانقها أقول لها يا فلانة يا فلانة لقد تغيرت من اليوم بدأت حياة جديدة عرفت طريق التوبة أعينيني على طاعة الله ساعديني ساعديني على أن أتوب لله يقول بكت معي زوجتي وجلسنا نبكي معا دموع فرح لا دموع حزن دموع أنارت لنا طريق حياتنا نعم لها الفخر لها الفخر هذه الزوجة الصالحة التي صبرت على زوجها ودعت الله عز وجل له أحسنت له لتكسب قلبه وتأسر قلبه أحسنت له أطاعته تزينت له خدمته كل هذا ليدخل في دين الله وليبدأ طريق التوبة ومن يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صبرت هذه المرأة واحتسبت الأجر واتقت الله عز وجل ولهذا أعانها الله عز وجل على زوجها نعم أعانها الرب جل وعلا على زوجها فأصلح الزوج نريد من الزوجات الصبر الصبر على أزواجهم ادعوا الله لهم بل كذلك بعض الأزواج ادعوا الله عز وجل لزوجاتكم قصة يا لها من امرأة نعم 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 المتاع المرأة الصالحة صفحة جديدة وقصة أخرى عالم أسترالي هذا العالم كان مستشرقا ويتعلم الدين الإسلامي بعض العلماء الغرب يتعلم الدين من أجل الفائدة وبعضهم يتعلم لأجل أن يرد عليه وصل إلى آية من الآيات في سورة النمل حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل أدخلوا مساكنكم أدخلوا مساكنكم لا يحطمنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فنظر إلى هذه الآية وقال لا يحطمنكم وهل النملة تتحطن النملة تموت النملة يداس عليها فتموت فلما قالت النملة يحطمنكم هذا أمر شاذ هذا أمر غريب كيف يكون في القرآن ظن هذا الرجل أنه وجد خطأا في كتاب الله عز وجل المسكين لا يدري المسكين لا يدري أن هذا كلام الله جل وعلا لا يأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه هذا كلام ربنا لو أنزل على جبل لتصدع ما بالك إن الجن والإنس لو اجتمعوا على أن يأتوا بآية لا يستطيعون والمسكين ظن أنه قد وجد خطأا في كتاب الله جل وعلا النمل لا تتحطم فكيف يقول كتابكم أنها تتحطم وبعد بحوث وبحوث كثيرة والعلم الحديث يتطور كل يوم وآخر وجدوا أن النمل فيه مادة أن النمل تحتوي على نسبة كبيرة من مادة التي يصنع منها الزجاج نفس المادة التي يتكون منها الزجاج موجودة بنسبة كبيرة في النمل فكأن الله عز وجل أراد أن هذه النمل في حقيقتي تتحطم كما يتحطم الزجاج لأن فيها نسبة كثيرة إن صح هذا الخبر وهذا العلم الحديث المكتشف فإن هذا دليل على إعجاز هذا القرآن فلما سمع العالم وقرأ هذا العالم الأسترالي قرأ هذا البحث أو توصل إليه أعلن إسلامه ودخل في دين الله وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حتى إذا أتوا على وعد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون صفحة جديدة وأخرى يقول أحد الدعاة إلى الله عز وجل يقول صليت العشاء في الصف الأول في إحدى الصلوات في إحدى الليالي يقول وصل بجانب رجل يقول من نتن رائحته هممت أن أقطع الصلاة رائحة الدخان كأنه يدخن وهو يصلي رائحة نتنة لم أستطع إلا أن تلثمت في الصلاة وكتمت أنفاسي أعوذ بالله ما هذه الرائحة في الصلاة كيف يصلي هذا الرجل هذه الصلاة بهذه الرائحة يقول هممت أنني إذا انتهيت من الصلاة أن أتكلم معه وأنصحه كيف تصلي بهذه الرائحة يقول فلما انتهت الصلاة نظرت إليه رجع قام ورجع يقول فنظرت إليه حتى أعرفه يقول فنظرت إليه بعين الحزن والأساء والشفقح من هذا الرجل؟ أول مرة يدخل علينا في هذا المسجد شاب نحيي للجسم خفيف اللحم آخر العشرين من عمره منكسر الحال يقول فقمت لأتكلم بالدرس اليومي عنده درس هذا الداعية يقول فبدأت ألقي الدرس على طلاب العلم على أهل المسجد يقول فنظرت إليه جالس بجلسة منكسرة في آخر الصف في آخر الحلقة جلس وطأطى رأسه يستمع إلى الدرس يقول وبعد أن انتهيت من درسي أخذت أريد الخروج من المجلس من المسجد ومن يسلم ومن يسأل يقول نظرت إليه ينظر إلي من بعيد يرمقني ببصره يقول التفت إليه وتبسمت يقول فأقبل إلي يقبل يدي ورأسي وهو يبكي يبكي فقلت له أهد من روعك اهدأ يا فلان يا رجل ماذا تفعل يقول يبكي ويقبل رأسي ويقبل يدي يقول ثم قال لي يا شيخ يا شيخ أريد أن أتحدث معك قلت له تفضل قال يا شيخ أنا أعيش في جحيم أنا أعيش في جهنم أنا ما أعيش في الدنيا تعبت سيمت من هذه الحياة قلت له ولم قال مللت أنا أتعاطى المخدرات يا شيخ يا شيخ تعبت من المخدرات خلصني منها هل يتوب الله عز وجل عليه هل لي من توبة يقول ففتحت له باب الرجاء وأنا أفتح له باب الرجاء يزداد بكاء كلما أخبره أن الله عز وجل تواب والله يقبل توبة عن عباده يزداد بكاء قرأت عليه قول الله نبع عبادي نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم يزداد بكاؤه شيئا فشيئا يقول حتى أراد أن يخرج الناس ينظرون إلى بكائه بكاء شديد يقول عاهد ربه بالتوبة ثم انطلق يمسح دمعه يقول لم أره من ذلك اليوم ما رأيته بعد شهرين أو ثلاث شهور يقول كنت في إحدى المساجد يقول رمقته في مسجد من المساجد نظرت إليه لمحته هو نفسه سبحان الله يقول نظرت إليه يصلي صلاة ما أجملها ما أجمل ركوعها ما أجمل سجودها ما أجمل هذه الصلاة فقلت في نفسي سبحان الله وعليه آثار السنة وعليه آثار الالتزام قلت في نفسي سبحان الله أول صلاة صلاها بجنبي كأنني نفرت منه كأنني تضايقت منه كأنني أردت البعد عنه والله عز وجل يبسط يده إليهم قلت سبحان الله نحن نبغضهم ونكرههم والله عز وجل يفرح بهم والله عز وجل يناديهم ويتحبب إليهم ويحبهم سبحان الله الله من فوق سبع سماوات يدعوه ويتقرب إليه ونحن ربما نتأذى منهم سبحان ربي هذا حال التائبين ربما يأتونك منكسرين ولكن ما هي الأيام تمضي إلا والرب عز وجل يفتح لهم باب التوبة ويصلحهم ولسان حال بعضهم يقول يا رب هب لي متابا أستنير به يجلو فؤادي ويمحو كل آثاري أيد فؤادي بفضل منك منهمر وصحبة في مجال الخير أخياري رباه تاقت إلى رحمك ناصيتي وأنت تعلم إقلالي وإكثاري إن لم تجرني بنور منك يغمرني يحيا به القلب أو يسري به الساري فالقلب ذاو ولكن إن ذوى جسدي فكتموا يا نعاتي بعض أخباري نعم إنها التوبة الصادقة وما أدراك ما هذه التوبة نختم بهذه القصة قصة رجل من بداية عمره يقضي حياته في الجهاد في سبيل الله قضيته الأولى قضيته الكبرى الجهاد في سبيل الله أن ينصر الله عز وجل لدينا أن يحرر الله عز وجل المسجد الأقصى من دنس أحفاد القردة والخنازير من دنس يهود فعاش على هذه القضية لم يبالي بالأذى لم يبالي بالطرد لم يبالي بالجوع لم يبالي بالعطش أصيب بالشلل النصفي في بداية حياته في صغره في شبابه ولكن هذا المقعد ظل يجاهد في سبيل الله ويحرِّض المؤمنين وينصح الناس في الجهاد ويذكرهم أن الحياة الحياة الأخرى أما هذه الدنيا فهي ثانية سجن لكنهم لم يبالي ضرب لكنه لم يأبح جوع حورب أرادوا قتله ومع هذا يقول لأصحابه بعد أن قالوا له يا شيخ كبر سنه أصيب بشبه العمى لا يرى إلا يعني نظرا بعين واحدة نظر ضعيف لا يستطيع الحراك مريض يتألم يقول له أصحابه يا شيخ ارتح يا شيخ خلاص دع الأمر لمن بعدك دع الشباب يقومون بالأمر أنت معذور أنت كبير أنت مريض كل الأعذار عندك ومع هذا يقول لا لن أقف حتى أموت أو أقتل في سبيل الله وفي يوم من الأيام مريض نصحه الطبيب أن يجلس في البيت ويمكث لكنه أبى أبى إلا أن يقاتل في سبيل الله أبى إلا أن يشارك إخوانه وفي ليلة من الليالي قال لي قائده الذي يقوده إلى المسجد قال اذهب إلى المسجد قال الوقت مبكر قال أريد الذهاب إلى المسجد مبكرا قال أنت مريض صلي في البيت يا شيخ صلي ارحم نفسك قليلا قال لا سوف أذهب إلى البيت الله فذهب إلى المسجد قبل الفجر وظل يصلي ويذكر ربه ويدعو الله جل وعلا ثم صلى الفجر في جماعة فكان في دمة الله ثم خرج خرج من المسجد يسلم على أصحابه ويتحدث معهم بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة بالنور التام يوم القيامة فجأة سمع الناس الخارجون من المسجد سمعوا صوت طائرات صوت قذيفة صوت العدو قد اقترب قال أصحابه يا شيخ ربما يقصفوننا يريدونك يا شيخ يريدون قتلك ابتسم الرجل ابتسم الرجل قال وهل أنا إلا أريد الشهادة في سبيل الله أنا لا أرضى إلا بالشهادة في سبيل الله هذه التي كنت أبحث عنها أفأفر عنها الآن الله أكبر هذا الذي كنت أنتظره أفأفر عنه اليوم أأهرب منه الآن وإذا به بابتسامته المعهودة وبصوته المبحوح الجميل ينتظر يومه الموعود وساعته التي كان ينتظرها وإذا بالقذيفة تأتي على رأسه لتكون خاتمته الحسنة التي طالما أرادها فبإذن الله عز وجل يا شيخنا إلى جنات العلا بإذن الواحد الأحد وإن شاء الله تكون مع الشهداء مع الصدقين مع النبيين نحو العلا يا شيبة الإسلام وإلى جوار الناصر العلام يا سين يا سين إن قتلوك في غدر فكم قتلوا نبيا في نهار دام قدر عليك بأن تعيش مجاهدا وتموت في نام تتضرغام دمك المعطر في البرية منهج للنصر شب عليه كل غلام روح الفداء فاسمع نشيدك من دم وانظر دموعك من صميم عظام أحراب مثلك أن يموت مكرما لأنت موت على الحرير الشام البائعون على اللعاع تهافتوا باعوا تراب القدس بيع لئام والمدعون على الحطام تكالبوا واقتدت أنت كتائب القسام والسائرون على الطريق تساقطوا فصبرت صبر المؤمن المتسام في همة علوية لم يثنها ضعف الأشل ولا لضى الآلام فلئن حلت فكم جسوم أدخمت وعقولها عار على الأجسام ولئن شللت فقد شللت زعيمة عملاقها قزم من الأقزام يا سين يا زلزال فتك في العداء هدمت عليه مطامح الحاخام يا سين يا شيخ البسالة والعلا يا قدوة لجحاف للإسلام في صوتك المبحوح صدق عزيمة أقوى من الآلات والألغام ولشجو نصحك هزة قدسية تحيي الضمائر من دجل أوهام ولنور وجهك مشرق متهلل كالصبح يطوي لجة الإظلام عبأت للجنات ألف كتيبة وصفعت وجه البغي والإجرام رحمك الله يا شيخنا وجمعنا بك وبالمؤمنين الصالحين في جنات عدن إنها قصص وعبر أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بها وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر